اهلا بكم احنا في عصر المخاطر بتحيط بالانسان من جميع الجوان حياتك كلها ممكن في لحظة الزحلق الارضيات رخام ممكن تاخد زحليقة تنزل على ظهرك لقدر الله في ممارسات الجيم الجيم في ناس كتير قوي اصابتها بتبدأ في الجيم بيمارس الرياضة بطريقة غلط بيحمل عن نفسه بطريقة غلط التنافس يا جماعة شيء لطيف اه بس لازم يكون في حدود لازم يكون في حدود يعني ما ينفعش ادخل انا امارس حملة الاسقال في الجيم مثلا مع مجموعة وشيل جامد قوي او ان انا بمظهري عايز اهم حاجة ان انا اكد اللقطة بالفيديو فببين ان انا بشيل ثقل كبير جدا النتيجة قد تكون وخيمة جدا ممكن جدا يحصل لانزلق غضروفي في اللحظة في الجوة الجيم التصرفات الغلط اللي بنعملها في الشيل التقيل المفاجئ يعني ما بيمارس يرياضة خالص وفجأة بكرة فرح اخته ففكرة فرح اخته دي يالا كم اجامل اشيل العفش اشيل العفش مع حركة بيعملوها ناس كتير قوي اللي هو في الافراح يشيل العريس اللي تحت يجيله نزلق غضروفي والعريس نفسه يجيله نزلق غضروفي وممكن يحصل له مشاكل كبيرة طبعا ان انا بقى لازم ابين ان انا واد الشجيع في امس كده الموبايل ونزل الفيديو ده واعمل حركة كده في حمام السباح حمام السباح دي في منتقى الخطورة في منتقى الخطورة نزلقات غضروفية خطيرة للغاية التعامل بقى شوف بص البنات كمان عندهم تهور غريب يعني انا بلاحظ انه كانت زمان التهور ده رجالي بس لقد انا بشوف البنات دلوقتي هاو عامليني نشوف بنات بتعمل حركات يعني جنونية المتسكلات وجنون المتسكلات يا لها انا بيض ودي اهو بناتها كل دي بناتها طبعا في انزلقات غضروفية ممكن تيجي في الرعبة تموت يعني تموت يعني طبعا غير بقى اصابات الناس اللي مش عندها يعني فهم لطبيعة الرياضة واللازم امارس الرياضة يعني احنا شوفنا لعبة كنباس كويسة جد بس بتمارس الرياضة الكمباس فين بتمارسه في مكان غير مؤهل مفيش البصات اللي هو اللي بيحمي المرتبة كده مفيش فبتنزل النازلة نازلة نازلة بقى شوف كاسر ضهر على طول فخلي بلكم انتصرفاتكم ارجوكم بلاش تهور لان تهور ده ناتجة وخيمة للغاية ضيف العزيز اليوم نهارده واحد من اسماء القديرة البارزة في عالم جراحات العمود الفقر بالمنزار ضيف العزيز هو الاستاذ دكتور محمد نجاح صباح استشاري طب وجراحات العمود الفقر بالمنزار صعب زمال السويسرية لجراحات وتشبهات العمود الفقر بالمنزار عضو جمال مصرية والسويسرية لجراحات العمود الفقر بالمنزار نورت من دكتور محمد واسعدتنا بهذه الزيارة سعادة جدا بحضة دكتور اين عايز أبدأ الأول التدخل المحدود بقى موضع مهمة أول واسم فرض نفسه بقوة في عالم العمود الفقري بقت المنمال انفيسيف تيكنيك ده التعبير بتاعها الطبي أو تدخل المحدود هو يعني زي ما يقول بقى نجم من نجوم التواجد دلوقتي بسم الله والصلاة والسلام عليكم ورسول الله عشان نشرح الدكتور أيمن الفرق بين كلمة جراحة أقليدية وتدخل محدود وقادة ربنا منعنا في العلم ووصلنا إزاي نعمل للمريض عملية بقى مددخل محدود هنشوف صورة تظهر على الشاشة للوقتي الفرق بين عيان كنا بنعمله عملية بالجراحة التقليدية فتح تقليدي يتجاوز إلى 20 سنطي ممكن للغضروف الواحد الفتح ده عشان نعمله ويبقى فيه تهات تكشديد جدا في العضلات استقصال أجزاء كترة جدا من العضم المريض بيقعد في العملية فترة طويلة بيعقب العملية فترة نقاها طويلة جدا لما عيان بيركبله درناء بعد العملية اللي هي الأسطرة خرجها من ظهره بيطلع الرشحة أو الدم الفاسد وأسطرة بولية بنقول للمريض نم على بطنك فترة طويلة ونم على ظهرك في البيت فترة طويلة يقعد مريض بلا مبلغة من شهرين لست شهور في فترة تعافي وبعدها ما يعرفش يرجع طبيعي إطلاقا زي ما كان مقارنة بقى بنعمة ربنا بنا عليها اللي هو تدخل المحدود اللي هي جراحات محدود التدخل غير تدخل المحدود كمان بوسائل المسكنات جراحات محدود دي يقول إن أنا قدر أعمل للعيان بقى نفس العملية الكاملة دي بجودة أعلى وبأمان أعلى بتقنيات أحدث من فتحة لتتجاوز سنتي أو سنتي ونص نشيل له الغضروف بالكامل ونعمله حاجة اسمها توسيع قانعة عصبية بنحافظ على التكوين التشريح بتاع العمود الفقري من أربطة وعدلات وعزام بدون استقصال أجزاء كتير وممكن كمان نركب بالمنظار برضو أيضا بديل للغضروف يخليه برضو يمارس حياته بصورة طبيعية بالكامل فترة نقاها لا تذكر المريض بعد العملية مفيش درنقة مفيش أسطرة مفيش ألام تقارن إطلاقا بالألام بتاعة الجراحات العادية التقليدية المريض بيرجع لبيته وشغله فترة قصيرة جدا ويمارس حياته بصورة طبيعية بالكامل دي جراحات محدود تدخل ودي من نعم ربنا علينا في الوقت الحالي عندنا مريض لانسلاق الغضروفي من هذا المريض اللي عنده انسلاق الغضروفي اللي هنقوله أنت محتاج نعمل لك جراحة ومين مريض لانسلاق الغضروفي اللي مناسب له الإجراء المحدود أو تدخل المحدود لإجراء هذه الجراحة عشان نطمن برضو دكتور أيمان أستاذ المشاهدين أول حاجة لازم نطمن أن أغلب مرضى الانسلاق الغضروفي اللي يتشخصوا في إيران عندهم الانسلاق الغضروفي بيعدوا بفضل ربنا بالعلاج التحفظ والعلاج التحفظي هو مدونة لعلاج الجراحة اللي هو لا يحتاج لأي تدخل يعني ممكن يكون مجرد أدوية بسيطة مضادات للتهابات وبسطة عضلات وتمارين علاج طبيعي معينة بيشرحها الدكتور المتخصص طبعا في طب وجراحة العمل الفقري والمريض الفضل الله بيعد بسلام ما يحتاجش أي تدخل عشان نقسم المرضى دول لمين يحتاج تدخل عاجل حاليا ومين ممكن ينتظر شوية ومين ما يحتاجش احنا كنا قسمناها من كده بما يسمى بإشارات المرض اللي هو الألوان الثلاثة الأحمر والأخضر والأصبر اللون الأحمر ده المريض اللي جانا في المرحلة دي بيبقى غالبا عنده مشكلة حركية كبيرة زي أن يكون عنده لو عنده غضور فقطة عنده حاجة اسمها سقوط في القدم أو ضعف جديد جدا في العضلات عنده مشكلة في التحكم في البول أو تسرع في البول المساري ما عادتش بتتميل كويس على المريض بيحتاج جروع الحمام بسرعة عنده إمساك مزمن بسبب لنزلاغ الغضروفي لو راجل عنده ضعف جديد في الانتصاب فده بنقول والله مشكلة اللي عنده حتاج دي مشكلة حركية وانت في المرحلة الحارجة ومحتاجين تدخل فورا قولا وحدا آن كان نوع الإجراء سواء كان جراحي أو بالميكروسكوب أو منزل وعندنا القسم الأول القسم اللول الأخضر لهو المريض عنده مشكلة حسية ما عندهش أي أعارات حركية ومشكلته حسية بسيطة حاجة اسمها أندر كنترول يعني أموره مستقر بياخد أدوية وبيتحسنه حاله ماشي بيشوف أكل عيشه شغال من اللي واجع ما بيصحوش منهم غالبا ستة بتعرفة تشوف منطلبة بيتها وزوجها أولادها بنقولهم والله أنت حاجة في المحرال اللون الأخضر أمورك مستقرة بنحتاج المتابعة الجيدة وإن شاء الله ما تحتاجش عملية لدي الوقت ولا بعد كده النوع التاني بقى اللي هو في النص اللي هو اللون الأصفر اللي هو المريض ما عندهش مشكلة حركية كبيرة فمش عارفين نحطه في اللون الأحمر بس أعارات الحسية جديدة جدا عنده ألام شديدة ألام في ظهره وألام عرق ناسة جديدة جدا أموره مش مستقرة ما عندهش مشكلة حركية كبيرة لكن مش عارف يمارس حياته بصورة طبيعية أكل عيش ومش ماشي ستة البيت مش عارفة تشوف مطلبات بيدها وزوجها أولادة بنقوله والله نحن في مرحلة حارجة بتساعدنا في اتخاذ القرار المناسب والله لو ممكن نتابع شوية لو ربنا ما نعنيه وتحسننا فرجعنا معها خضرة فحنا كده محتاجين عملية أو لا قدر للموضوع تطور فهنوصل للول الأحمر وهنحتاج ضروري عملية أي أن كان برضو نوع العملية اللي هي جراحة أو منظر أو ميكروسكوب وبنفضل دايما التدخل المحدود بالمنظر اللي هو بنقدر نعمل به العملية بالكامل من غير ما نأثر على حياة المريض وجودتها بعد كده إن شاء الله لازم الناس تبفاهمة فكرة أنه هذه إجراء جراحي المنظر إجراء جراحي أيه إجراء جراحي إجراء جراحي ستدخل محدود مش مجرد إجراء مسكن مش وسيلة مؤقتة لعلاج الألم مش حق إنه بزور أعصاب مش ترده الحراري بنسكن الألم الناتج بس دي عملية بالكامل بتتم بصورة كاملة لكن بالمنظر بدل ما كنا بنحتاج نفتح فتح جراحي تخديدي لأ بنعمل العملية بالكامل بالمنظر ونعمل استقصال كامل للغضروف المزلق وتوسيع خانة عصبية وممكن نحتاج نركب غضروف بديل كمان بالمنظر بالمنظر طيب خلينا نقول برضو إنه فيه أكيد مميزات أخرى لإجراء هذه العملية بالمنظر أول حاجة زي ما حالك بتخيل دكتور أمان إنه لا يقارنه إطلاقا إننا نعمل لعيان عملية بالمنظر بفتحة لتجاوز سنتي ونص ستين سنتي بالجراحة التقلالية اللي بفيها تهات تكشدك جدا في العضلات واستقصال أجزاء كترة من العضل فترة تعافية طويلة جدا أول حاجة أول مميزة في المنظر الأمان المطلق اللي ربنا ماني على نبيه إن المريض بيرجع لحياته بصورة بالكامل تكون تكون طبيعية بعد فترة أوليلة جدا بيرجع يمارس حياته ويشتغل ويشيله ويحطه يشوف أكل عيشه ما بيعش بقية عمره خايف إنه نغضروف يرد عليه زي ما كان بيحصل في الجراحة التقلالية بيبقاش خايف بعد كده من حدوث ده زعفة طاري اللي بيحصل بعد أغلب العامات الجراحية الأمان المطلق فضل ربنا لسه قريب إحنا عمني للعملية اللاعب كرة في الدور المصري في نادي مشهور ده بالزبط كانت من حوالي سنة تقال له قولاً وحداً يوم ما جاله نزلها غضروف المنفاجر خلاص حضرك قوي ما فيش لعبة تاني لأن في كل المقييب كل المقييس العملية هيبقى فيها استثال غضروف وتثبيت فقرات ومش تعرف تلعب تاني ربنا منعنينا وقلت له إن شاء الله هترجع قولاً وحدا فضل ربنا بعد عشرين يوم كان بيعمل إحماء وهنا دي مشهور يعني مش عاود أذكر اسم اللاعب فضل ربنا بترجع لحياته الكاملة بصورة طبيعية يمارس حياته ويشتغل ويشيل وحطه ويلعب ويجر ويعمل كل حاجة والأمان المطلق والسرعة وفترة التعافي كل دي مميزات ربنا منعنينا بيها في عماية المنزور في ناس كتير عندها نزلها غضروفة ما بين كلامنا احنا قولنا إن في جزء من الناس دول بيتعالجوا عليك طبيعي أو بيتعالجوا عليك تحفظي في ناس بتعتبر إنها في المنطقة دي ما يدركش رغم إن فيه أعراض وريد فلايجز وعلامات بتقوله لأ أنت محتاج عملية أنت محتاج تدخل هو ما بيدركش إنه عنده احتياج للتدخل فعايزين إحنا نوريهم أو نقولهم إيه هي العلامات اللي تخليك تعرف أن أنت محتاج يا ظل يا دكتور أيمن بعد ما هنقول علامات الخطوة ديوقتي أو حاجة اسمها ريد فلايجز إن القرار لازم يكون من متخصص حتى لو عندي ريد فلايجز أو عندي علامات خطورة ما يقيمش الموضوع ده دكتور أو حد غير متخصص فيقول لي أعمل عملية ما تعملش أشهر علامات الخطورة في الغضروف القاتل اللي بنعمل عشان العملية لما يكون المريض جاي بكل وضوح حاجة اسمها سقوط في القدم سقوط في القدم إن مريض كاف في رجليه عزيزي مش شغال كويس مش عارف يلبس شب شب كويس مش عارف يمشي على كعبين وصابع وصورة طبيعية وصل جدنا إن عنده ضعف جديد في العضلات عد بيعرج عرك شديد هو ماشي عد بينحيني إنحناء شديد هو ماشي لو رجل عنده مشكلة في الانتصاب أو مشكلة في التحكم في البلد أو المساك فورا حضرتك تكون متأكد وانت رايح للطبيب المتخصص إن غالبا تتاجل عملية وتكون بتسارع في إن الإجراء يتم ما تكونش بتبطأ الموضوع وتخلي الموضوع يتأخر وتعدي من مرحلة مرحلة وتكون العملية صعبة أو المضاعفات وردة الحدوث أو التعافئة دي علامات لازم المريض يكون عارفها لو عنده حاجة منها يكون عارف بالنسبة كبيرة أنه يحتاج تدخل أي أن كان بقى نوعه سواء كان جراحي أو تدخل محدود بالمنزار هل المنزار يصلح لعلاج الغضروف المرتجع؟ قولا واحدا يا دكتور أيمان المنزار مش دايما ناس فهمه مش وسيلة بتستخدم في علاج معين من نوع الغريف المنزار وسيلة كاملة بتستخدم في جميع أنواع عامية العلمفاق سواء الانزلاق الغضروفي أو ديء القناة العصبية أو حتى بنستخدمها بصورة مساعدة في علاج العجاج للعمل الفقري حتى في تزحسح الفقاري حتى في تثبيت الفقرات بيكون المنزار له دور مساعد في استخدام الغضروف وتوسيع القناة العصبية بيصلوا حتى في الغضروف المنفجر والغضروف المتكلس اللي هو متحجر والغضروف المنفجر في كل أنواع الغضريف بس شرط يكون حاجتين يكون المكان مجهز بوحدة كاملة فيها منازل العامل الفقري يكون الطبيب المتخص ده متمرن على استخدام الحاجات دي يكون ذو خبرة واسعة في استخدام منازل العامل الفقري بيصلح المنزار لكل الحالات تقريب بنسبة برضو 99% عشان يكون صادق آه يعني احنا بنقول انه يعني بكل شوية مساحة يعني المنزار بتتسع لدرجة انها واسعة بشكل كبير جدا بشكل كبير جدا مش بس في أنواع الغضريف لا في أنواع المرضى اللي ممكن نعملهم عملية كان زمان عشان المريض يبقى عنده مشكلة في القلب أو عامل عملية قلب مفتوحة أو ما شابه كان بيتقال له في الجراحة القضية حالك ملكش عملية روح تاخد مسكنات إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ملوش حل لكن مع المنزار فضل ربنا الموضوع عب يتم ما ممكن المريض يتعمل له عملية بالكامل مش مجرد إجراء مسكن لا عملية استقصاله أضروف بالكامل وتركيب بديل بالمنزار ممكن بتخدير جزء أو تخدير نصف غير الجراحة التقليدية تمام مريض السكر اللي بيعاني من سكر بقى له فترة طويلة بيتعمل له العملية بالمنزار بكل أمان مريض الغضروف المرتجع المريض اللي مركب شرايح ومسامير قبل كده لو عنده غضروف فوق مستوى العملية عادت بفضل ربنا بتتعمله بكل سهولة وأمان على عكس زمان خالص هل في أنواع لتدخلات المحدودة غير المنزار؟ في أنواع تدخلات محدودة دخلة في الدائرة معينة بس الناس مش عارفة إيه الفرق بين المنزار هو اسمه جراحة بيدرك تحت جراحة اسمها جراحات محدودة داخل يعني عملية بالكامل بتتم بصورة كاملة بس بالمنزار لكن في تدخلات أخرى بتساعد في علاج الآلام النتجة عن الزرورف لكن مش علاجات حقيقية زي التضلط الحراري أو حق نجزور الأعصاب أو حاجات معينة كلها بتساعد في تسكين الآلام الناتج لكن تظل في الآخر هي وسيلة علاج مؤقت لا تنترج أبدا تحت طائفة أو تحت أنواع عامات المنزار بتل العمود الفقر لو أنها طلبت من حضرتك أنك تضرب ناقوس خطر مرة بصوت متوسط منخفض ومرة بصوت عالي جدا عشان يصحصح ناقوس الخطر بصوت عالي لو لا قدر الله المريض اللي يلينا عنده علامة من علامات الخطر اللي قلناها سابق المرحلة الحمر عنده لون الأحمر عنده مشكلة في رجلية عنده ضعف جديد في الانتصاب عنده مشكلة في التحكف قول دي علامة خطيرة كبيرة لازم المريض يتوجه ثورا لمتخص النقوس المتوسط إن المريض يكون عنده مشكلة ما عندهش مشكلة حركية بس يقول أنا عندي باخد علاج ما بتحسنش مش عارف أشوف أكل عيشي الغضروف اللي عنده بقى مؤثر على حياته وجودتها قوله فورا لازم تروح طبيب متخصص بس ده بيكون أقل خطورة من المريض اللي جانا في مرحلة متأخرة لماذا بعض الناس بيجي في تمخها بعض الأفكار على المنظر غريبة زي مثلا المنظر هيلجب عديد الغضروف مين اللي طلع للك دايما الإنسان عدوه ما يجعل الناس فهم أن أي حاجة جديدة عمرها ما بتقدي العملية بصورة زي العملية الجراحية دايما المريض فهم فيها ساعة فكرة معكوسة عن المنظر وانا أهوة وانا بقول له أن هنعمل لك بالمنظر فتحة صغيرة جدا هيقول لي وهيتشير الغضروف بالكامل زي الجراحة وهبقى كويس زي بعد الحركة مش هتبقى كويس أصلا بعد الجراحة التقليدية المنظر وسيلة متقدمة جدا انطفرة نقلتنا بصورة رهيبة فبنحاول وطبعا مع الوعي بفضل ربنا الناس بدأت تستوعب وتعرف أن النظار هي الوسيلة الأمن والمتقدمة في علاج المرضى اللي نزولك للغضروف انت نورتني وأسعدتني دائما الحوار في العمود الفقري مثير ومهم وممتع المنظير نقلت الجراحات العمود الفقري بشكل كبير مهمة جدا بغي أن نفهم متى نقرر أن نجري جراحي وكيف نتعامل مع المناظر كآلة ينبغي أن تكون هذه الآلات وهذه الإكويب من تجهيزات كاملة التكوين بحاجات مكلفة حاجات مهمة جدا أنها تكون ويلترين لازم نكون مدربين عليها عشان نستخدمها أفضل استخدام وده شيء أنت ألا فات النظر ليه النهاردة في جملة مهمة قلت أنه لازم اللي هيتعامل مع النظار يكون أساسا مدرب بشكل جيد في التعاون معك ضيف العزيز الاسم المتميز الغاية واحد من نجوم عالم جراحات المناظير للعمود الفقر وستوى الدكتور محمد نجاح صباح استشاري طب وجراحات العمود الفقر بالمنظر صاحب الزمالة السويسرية للجراحات والشوهات العمود الفقر بالمنظر عضو الجامعية المصرية والسويسرية للجراحات العمود الفقر لنورت الدكتور وأسعدتنا سعادة بالغة بحوار شديد الأهمية في موضوع مهم قوي المنظر هيفرق جدا مع الناس اللي اتخاذهم لقرار الجراحة أساسا تأخر أوه في مشاكل نورتها دكتور خليكم دايما مع الدكتور